بيان صحفي عن من هذا البيان مجلس قضاء الجزائر يصدر بيان بخصوص قضية باخرة التصيلي 2 مجلس قضاء الجزائر الباخرة توجهت من ميناء الجزائر إلى ميناء فرنسا الباخرة رجعت من ميناء مارسيليا إلى ميناء سكيكدا وعلامتها 39 مسافر فقط الباخرة عادت من مارسيليا إلى ميناء سكيكدا وعلامتها 21 مركبة فقط قدرة استيعاب الباخرة محددة بـ 1300 مسافر وأكثر من 300 مركبة الباخرة أقلعت فارغة رغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل بالرحلة المسافرون لم يتمكنوا من حجز بحزجة أن جميع المقاعد محجوزة مسبقا النتائج الأولية هذا هو المهم تبين أن العملية مضبرة بطواطع من مسؤولي المؤسسة النتائج الأولية تبين أيضا استعمال عمدا حجوزات افتراضية على مستوى النظام الإعلام الآلي الحجوزات الافتراضية تمت بهدف منع المسافرين من الحجز الخلفيات هو أنه عندما خرجت هذه المعلومات انتع باخرتين وحدة جاي من مارسيليا إلى العاصمة ومن ثلون الأخرى من مارسيليا إلى العاصمة سكيكتا لقاهم فارغين وأنا شخصيا كنت كلمت عليهم وخرجوا فيديوهات وين الناس صوروا باللي الناس تنتظر برا بالمئات وبالألاف حاوث يدخلوا الجزائر يقولوا لهم لي بي كومبلي وكي ناس دخلوا الباخرة لقاوها العدد 74 أو 80 شخص 30 أو 40 سيارة بينما الباخرة تحمل 20 مرة أكثر من ذلك العدد فخرج قرار وقرار سريع جدا من عند تبون وقال وزير النقل من أن تبون هو اللي أمروا بإستار هذا القرار بطرد كمال يسعد المدير العام الرئيس المدير العام لالجريفيري جزائر الرحلات البحرية مش فقط طردوه هو ومسؤول آخر معاه في العاصمة ولكن قاموا بسجنه قاموا باعتقاله وسجنه وصرت ضجة وقاموا بتعيين شخص آخر بدلوا وهو تهم بتبديد وتهم طويلة جدا تبديد المال مؤامرة ما نشعر في الآخر ثم اظهر أن هذا كمال يسعد اللي تعين في أكتوبر الماضي كمال يسعد تعين في أكتوبر الماضي خلفا لمن؟ خلفا لشخص يسمى ما أحيانا الناس غلطوا فيها مش حاب نغلط في الأسم فقط دارك نشوف الأسم المهم نرجع له المهم تعين في أكتوبر الماضي تبين أن هذا كمال يسعد في الحقيقة هو نسيب جبار مهنة جبار مهنة من هو؟ لمن لا يعرفه هو أحد كبار الجنرالات الدمويين اللي عرفتهم الجزائر في تاريخه في التسعينات كان رائد ثم تحول مباشرة كولونيل كولونيل جنرال جنرال ماجور إلى آخره لما طردوه في 2013 بعد تكسار دياريس بعد واقعة أو اتفاقية فالدوغراس أنا طلقت عليها اسم اتفاقية فالدوغراس لما رجع متفليقة على كرسي متحرك مع السعيد كان القايد صالح زارهم هناك إلى آخره لما رجع قام السعيد والقايد صالح بدعم فرنسي أمريكي بتفكيك دياريس لماذا؟ كنت شرحتها أكثر من مرة لأن دياريس في عملية تقونتورين خرجت على التعليمات الفرنسية الأمريكية خدمة دياريس تحت توفيق خدمت لفترة طويلة جدا مع الفرنسيين والأمريكيين خاصة بعد 2001 لكن في عملية تقونتورين جنبي 2013 خرجت على التعليمات وقام الجنرال حسان وتوفيق تحت إدارة توفيق قام بقتل الخاطفين والمخطوفين وغاضبوا الأمريكيين والفرنسيين لأنهم قالوا لهم ما تقتلوش الخاطفين والمخطوفين رحنا رانا مسيطرين على الوضع من الأجواء ونقدروا نعطوكم المعلومات إلى آخرهم موضوع رانا نتحدث فيه عدة مرات المهم انتهت بالمشاكل اللي كانت سايرة آنذاك انتهت بأن بوتفليقة أصيب بصدمة دماغية في 26 أبريل 2013 نقل إلى بالدوغراس بقى هناك ثمانية وثمانية يوم بين بالدوغراس وبين النقاهم اللي رحلها كانت أيضا تحت الإدارة الفرنسية العسكرية وهناك تم إعادة تشكيل عرفوب للديرس أصبحت خطر على نظام بوتفليقة وعلى قايد صالح والفرنسيس الأمريكيين المنزعجين إلى آخره فكان اتفاق بأن يتم إعادة لاريستركتيراس يعني عادة هيكلتها فجاء بوتفليقة طبعا بوتفليقة كان مريض مكانش قادر لكن السعيد وقايد صالح أصدروا قرارات طيح بهذا طيح بهذا كان من البيل اللي أطاحوا بهم جبار مهنة وكان يومها يرأس دي سياسة دي سياسة هي المديرية المركزية لأمن الجيش طردوه هو أخلاص كان دار الملايين دولارات وملايير مئات الملايير ولا ألاف الملايير تعد دراهم والفيلات والآخر نهب الدنيا نهبها كانوا يرتكبوا المجازر أحيانا كانوا يقوموا بمجازر باش ينهبوا الأرض اللي يساكنين فيها هذوك الفلاحين ولا هذوك الدشرة ولا هذيك القرية نهب الدنيا جبار مهنة ومن ما حتى ولا عنده تليفزيون ولا تعده استثمارات في الداخل وفي الخارج إلى ما عندهش حدود متاع المال المهم بعد ما تغيرت الأمور وبعد ما بدأ الحراك وسقوط بوتفليقة إلى آخره عاود قايد صالح راحلو ودخلو للحبس وسجنو وسجنوه في سبتمبر يعني نذكر في سبتمبر 2019 تمر الأيام يتم مغتيال قايد صالح بطريقة خفية وتتغير الأمور ويعاود الديرس تعتوفيق ترجع أنا كنت تكلمت عليها في جنوبي 2020 الناس يستطيعون أن يرجعوا لذلك وقلت باللي توفيق سيعود والديرس القديمة ستعود والدولة العميقة ستعود وبالفعل عادت وعادت بقوة بشوية بشوية دخلوا عاودوا ورجعوا كثير من كبار ضبار نزار طبعاً رجع في طائرة عسكرية بالسنفونية العسكرية يعني داروا حتى الموسيقى العسكرية استقبال وتوفيق طلقوه ورجع لأفضل حالاته وأصبح يدير ويعطيهم النصائح ورجعوا مئات العقادة والرواد وعدد من الجنرالات بما فيهم حسان الجنرال حسان الجنرال جبار مهنة باش يشرفوهما على إعادة الأمن DRS طبعاً شينغريحة عنده جزء بنعلي بنعلي عندي جزء في داخل DRS والجماعة اللي جاية جديدة أو قول الدولة العميقة اللي رجعت بقوة عندها جزء بين الاتفاقات اللي داروها قالوا أوكي نديروا إدارة جديدة نسموها DGLS Direction General Lalit Contra La Siebe Version المديرية العامة لمحاربة التخريب في DRS وضعوا عليها جبار مهنة وضعوا في الصيف وضعوا في نهاية جوان بداية جوية بداية جوية لم يعلنوا عنها إلا في نوفمبر 2021 بعد ما أثبت لهم جبار مهنة أنه يقدر يوقف الحرك ويقدر يبلوكي هذا الحرك وبطريقة ذاكية جدا يدير صدمة وبالفعل أشرف على الحرك خاصة في منطقة القبيل وبلا ما نعود نرجع لتفاصيلها دار دمار هائل وقتل المئات ودمرت حياة العشرات الألاف من السكان وماتولهم الحيوانات والأشجار والزيتون واشياء رهيبة 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 حدثت في كل عموم منطقة الشرق ومنطقة القبيل بشكل خاص أثبت لما شفوه أثبت مدير عام لما يسمونه طبعا هذا المدير العام مهمته أنه يحارب الماك ورشاد الماك هم عارفين والناس يعني تعاطف مع الماك ضعيف جدا في الجزائر حتى في منطقة القبيل ضعيف جدا لأن الجزائريين بما فيهم القبيل يعني لا أحد يقبل تقسيم البلاد ثم الماك يطالب بمنطقة تزيوزو بجاية وربما شوية من بويرة أو شوية من سطيف يعني واحد إلى ثنين بالمئة من مساحة الجزائر هل هناك عاقل من الجزائريين ومن القبيل الجزائريين بشكل خاص أنه يتخلى على ثمانية وتسعين بالمئة من الجزائر باش يكون في يعني منطقة صغيرة هكذا تعاقل من ثنين في المئة مش عاقل مش معقول الهدف الرئيسي في الحقيقة هو ضرب الحراك وضرب رشاد هذه الحقيقة وإن كان أضافوا لك ما قلنا الماك وبالفعل اعتقلوا ناس من الماك وتهمون بالحراك إلى آخرهم فأثبت أنه بجدارة بدأ جبر معنا زاد جاب معاه كبار المجرمين اللي كانوا معاه في تسعينات ناصر الجن حسين بولحيا وعداد هائلة اللي كانوا يقتلوا ب يعني القتل عندهم كل اللي يحفس على نملة كي الناس بشر ما يقدرش يحفس على نملة لكن هم قتل بشر وكانوا يحفس على نملة فعادة جماعة التسعينات الدموية جابوا مئات من الضباط حتى اللي كانوا كابيتان حتى اللي كانوا كومانون جابوهم كلهم وبدأوا يدخلوا فيهم في الأماكن كانوا يدخلوا في الشركات كانوا يرجعوهم للديراس دي جي اسي كانوا يدخلوا دي سي اسا يعني كل واحد من حطوا دي جي اسي المخابرات الخارجية دي جي اسي وبدأت الدولة العميقة تعود بقوة طبعا الجماعة شنغريحة وبنعلي بنعلي إلى آخر برغم الخصومات بيناتهم والخلافات بيناتهم إلا أنهم خافوا من عودة هؤلاء وهؤلاء عندهم خبرة وتجربة وعندهم توفيق ينصحهم مليح ويجاي بقع وعندهم وقع الملفات إلى آخر فما ولاش تمشي الأمور بدأت تصرى الضربات بيناتهم بدأت تصرى لجي جير كما يسموها بتعلي السيرفيس الآن اليوم هذا القرار الذي يخرج من عند ما يسمى المجلس القضاء بتاع العاصمة يبرع انسيب شبار مهنة مدير العام بتاع الجيرفيري كمال يسعد ويتهم مسؤولين آخرين كبار داخل ما نسمى هم شوما حطوهم ألف كا با كا ما نشعر طبعا يحطب لزيني سيعل هم هذوق تحطوهم بليزيني سيعل فقط بينما بنحليمة والحركيين بأسمواتهم باتهامات قبل أن نصدر حتى الاتهامات لأننا قضاء التليفون فالمهم الآن رأيهم يقولون نعم باللي هذه كانت مؤامرة والمؤامرة كانت ضد كمال يسعد والحقيقة ما هوش كمال يسعد اللي مقصود بها لأن الجهة خارجية تكره جبار مهنة اللي راه بريسونتي باش يولي هو دي جي اسي مدير الأمن المخابرات الداخلية في بلاست عبدالغاني راشدي عبدالغاني راشدي راهو راهو في اللعب الآن وممكن جدا وممكن جدا يتهم عبدالغاني راشدي مدير المخابرات الداخلية دي جي اسي بأنه هو من قام بمؤامرة أطاحت بزوج أخت جبار مهنة كمال سعد ودخلته للحبس هو ومسؤول آخر معاه من أجل إضعاف جبار مهنة اللي كان يطمع باش يطمع باش يطمع باش يطمع مكانوا هل هو عبدالغاني راشدي هل هم جنرالات الرئاسة هل هم الجماعة اللي محيطين بشنجريحة هل هم جماعة سيد علي زميرلي تعدي سياسة أم من بالضبط المرجح أو المنطق لأنه كان ومازال راه يطمع باش يطمع باش يطمع منصب عبدالغاني راشدي أن هذه العملية حسب الغضاء اليوم حسب ما أخرجوا اليوم وهذا انتصار يعني جبار مهنة انتصر في هذه المعركة بدل من سيبه وكان في الحبس ومتهم وهو هذا الوضع يضعفه بشكل كبير وما يخليش يولي دي جي أسي أصبح في عملية هجوم قلب عليهم الطابلة نحوا التهمة لانسيبه وممكن جدا يعدوا تلقوه البارح ولا اليوم بل أكرى بيت في داره المهم رسميا خلاص لم يعود متهم بل أن أصبح ضحية لمؤامرة قامت بها جهات أخرى الآن هم يقوموا اللي قاموا بهذا العملية هم موظفين داخل الجيفي هذا ليس صحيح قد يكون الموظفين منفذين سدي زيك زيكيتون إذا كانت مؤامرة صح لكن بالتأكيد أن الجهة اللي أمرتهم هي جهة أخرى هذا إذا كانت قصة المؤامرة صح أنا شخصيا لا أصدق قصة المؤامرة وأعتقد أن جبار مهنة بكل الخبث اللي تعلموا بالعلاقات اللي عنده في الدولة العميقة بالنصائح أنتع توفيق بما يملكه من ملفات قديمة لهم استطاع أن يحطهم في وضع وين يقولهم علي وعلى أدائي تطلقون سيبي يخرج من الحبس تعلن بأنها كانت مؤامرة وربما وربما أقول ربما وهذا سيتضح في خلال الأيام القادمة ربما أقصى تقدير سبوعين أو ثلاثة هل يرقلوا حتى النهاية الصيف تتم الإطاحة بعض غني راشدي إذا لم يتم سجنه واتهامه هو باللي كان وراء العملية كما اتهموا الجنرال هذا الإبو عز وسيني اللي رجعوه جندي واتهموه بأنه كان يريد أن يحط ميهوبي بدل تبون وهذا كان صحيح فهذه العملية إذن هي عملية صراع على مستوى الجنرالات على من يسيدر على المخابرات جبار مهنن لا يطمع فقط في الDGSC إنما يريد أيضا أن يعيد كل المخابرات كل أجهزة المخابرات إلى ما كانت عليه في زمن التوفيق رح نعطي لكم صورة مش عارف ربما المساعد كان قدم بيها اللايف أم لا لكن إلا رح عندي إلا بعثها لي مساعدة يعود يبعثها لي ما نش متأكد منها أنه هو لكن خليها لكم الاحتمال كبير أنه هو الاحتمال كبير لأنه مع السن وكذا تغيرت الملامح فالآن إذا أرسلت لي رح نوريها لكم حبيت نقول لهم فقط زج كلمات والثلاثة صراحة في قضية المقاوم الحر بنحليمة لا أريد أن أوضيع وقت طويل لأنني شفت تعليقات إلى درجة أنهم منعوا التعليقات منعوا التعليقات في بعض المواقع تاحهم بما فيها الAPS لماذا منعوا التعليقات شفتها اليوم لماذا منعوا التعليقات في بعض المواقع بما فيها الAPS لأن التعليقات الأغلبية التعليقات كانت تسبب فيهم وتقول لهم بدل ما جيبونا بنحليمة هذا الكابران المسكين جيبونا الجنرالات جيبونا الوزراء جيبونا خرجوه للمرة الرابعة خرجوه في الأسبوع الذي خطفوه مع اسبانيا وجيبوه كنا نظن في نهاية مارس و ليس حتى أنه كنا في 27 مارس يمكن و والذي عذبوه في كافينياك عذبوه في سحاولة عذبوه في مركز عبلة اليوم الذي تخرج تفاصيل التعذيب سوف نرى شي رهيب تعرض لمحمد نحليم و مرة أخرى الخاوة الذي يقول لك كيف هاش فلان سبر و فلان ما سبرش الناس رأي ليس كيف كيف في قضية التعذيب كل واحد وشي قدر يتحمل هذا خلقنا الله سبحانه وتعالى كل واحد وشي قدر يتحمل المهم شفت بعض التعليقات في بعض المواقع اللي كانت مطروحة كانت طيحة لهم وليس مخليها فيهم وفي مواقع معينة راحوا غلقوا عليها نهائيا ما خلوهش تعليقات يقوم باختصار بسيط شعب جزائري فائق وشعب جزائري يقول لك شوف لو كان كان وحده مش عندهم ممكن نسمع له يبقى رأي وشي قول ممكن نسمع وش قال الاخير كما تقال أنا نهضر معاكم أنا الآن تسمعوا في كاللي يأخذو وش نقول مؤكد كاللي يأخذ منه 70% 80% 50% كاللي ما يأخذو قال منه كل واحد حر لكنهم عارفين ناس أني حر ولا أتحدث إليهم أكيد أما أن تكون عند العصابة ومافيا سمها الشعب الجزائري مخابرات إرهابية تسخط لمافيا العسكرية ومعروفين بالتعذيب وبالقاتل وبالاختيال وبالاختصابات وبالاختطافات وبالحبين رح نجيبوه باش يشكر خصومهم رح نجيبوه باش يشكرني مثلا والله يشكر خوي إسماعيل والله الأحرار والمقاومين ولا الأخت آسيا ولا الأخت فلانة ولا الأخ فلان باش يشكر هؤلاء عبدا رح يجيبوه باش يشيطن الناس اللي رح هم يشوفوا بالنسبة لي ورح ما زال يشكلوا عليهم خطر خطر حقيقي إحنا كيف يشكلوا عليهم خطر إحنا فقط قاعدين نخدمه سيريون وقاعدين نخدمه من أجل دولة مدنية وعجل دولة القانون من أجل أن ينتصر الشعب الجزائري يتحرر الشعب الجزائري أن تفك قيود هذا العملاق أن هذه الملايين اللي رحهم طيشين ولا يجدون عمل يجدون عمل أن هذه الملايين الذين لا يجدون سكن يجدون سكن أن هذه الملايين اللي المفقرين والمجوعين يجدون وشي يأكلوا وشي يشربوا وشي يلبسوا اللي مش لقين دولة يلقوا الدولة علىه شزائر لبس عليها ثرية لبس عليها مش ثرية جدا لكن عندها إمكانيات هائلة أرضها شاسعة قارة شبه قارة عاشر من الساحف العالم أغلبية سكانها عندهم مشاكل تاع السكن هذا ما كان ونخدموا سيريو جديين ما توقفناش ما نتوقفوش لكن نتحداكم اليوم وغدا أن تثبيتوا واحد في المية واحد في المية ما نقولش عاشرة ولا عشرية مما قلتوه على لسان بن حليمة أو مش بن حليمة اللي يتحدث لو حليمةكم جايبين وثم تقولوا لو يقول تحت الترهيب والترعيب والتخويف حتى وإن ظهر بأنه راه يخضر راه يقولوا راه يصوروا عدة ساعات باش يقطعوا منها ثلاثين دقيقة كل مرة المرة اللي فاتت المرة الأولى بعض إخواننا داروا دراسة تقنية القوة مية وحد عشر تقطيع في سبعة وعشرين دقيقة بمعنى يقول هنا نحنا الدرجة أنه مرات كانوا زوج كلمات فقط ويدروا تقطيع وصلوا ولقاوا أنه فيه نصف ثانية في هزوج كلمات وقطعوا معناها بلاساوهم في هذك المكان لا أحد يصدق البروباغاندا هذي يتخرجوها الناس تصدق الأحرار تصدق الناس عندما يكونوا أحرار أو متصدقهمش فما بالك عندما يكون عند المافيا العسكرية والمخابرات الإرهابية السؤال بسيط سؤال بسيط باش منطولش في الموضوع هل منطقي ومعقول أنك تجيب تبون اللي يظل مع هذا النظام خمسين سنة منها عشرين سنة مع أبو تفليقة وتحطه رئيس وتقول لي الجزيرة الجديدة هل منطقي ومعقول أن يكون قائد الجيش عمره سبعة وسبعين سنة وفيه كل الأمراض ومعروف بفساده العارم الأخلاقي والنفسي والمالي وبلا حدود وتقول لي الجزيرة الجديدة هل من المعقول أن تحط مفسدين مجرمين كبار أغلبيتهم كانوا مع أبو تفليقة وفي النهب مع أبو تفليقة وكانوا راحين به العوداء خامسة اليمرم هم كبار المسؤولين في الإدارات في الوزارات في الولايات إلا قليلة هل هذا معقول هل من المعقول أن يكون قائد الرحاس الجمهوري وقائد الأمن الرئاسي عمره تسعة وثمانين سنة هل من المعقول أن يكون قائد السينة ومنش عارف الشيوخ ومنش عارف عمره وثمانين وتسعين ولا ثلاثة وتسعين سنة واحد ذكرني قال لي رأيك ثلاثة سنة تقول واحدة وتسعين سنة صح فكرتها لأنه من مولد تسعة وثلاثين يعني الآن رأي ثلاثة وتسعين ولا ثلاثة وتسعين سنة هل من المعقول هل هذه الجزائر الجديدة هل الجزائر الجديدة الآن أنا نتكلم أغلبية الأحياء أكثريتها بما فيها في العاصمة وفي قسنطينة وفي عنابة وفي بشار وفي باتنا ما عندهاش المع هل من المعقول أن يكون باعترافهم هم عندك أكثر من خمسة ملايين عاطل والعدد في الحقيقة أكثر بكثير لكن هما معطرفين خمسة ملايين هل من المعقول في بلاد تحتاج كل شي هل من المعقول خلينا نختمها لكم بهذه برك هي بسيطة قد تبدو بسيطة لكنها معبرة معبرة بحق كما يسمىها الشخص الذي يتحدث إذا قال هاي الجزيرة الجديدة الهف والكذب شوف شوف الأرض شوف الفيديو جزيرة الجديدة هذه الرئيسة يقول عنها يقول أنها أنها الجزيرة الجديدة شوف هذا طاببي هذا هذا طاببي عمي هذا الصعببي هذا من أشبه جديو هذا شوف طابي جديد اللي داله لي داليو شوف المنكر كده شوف يا رئيس البلدية يفتح الشويرة شوف شوف يا اللي قلت ليلة لأخدم البلاد خزر خزر هذا وشني هذا طراب هذا وشني رحم على ودي هذا طابي هذا وشني فاهمونا رحم على وديك ما هذا واش هدي دشيشة هذا يخدم وشي هذا هو طابي هذا طابي ورا هاد المراقب ورا هملا بيراقبوا لين ها شوف 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 المنكر شوف هذا أنا مقص ها تعني له مقص شوف 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 اخزر طابي يخزر طابي ياسي ها ها طابي ياسي ها ها طابي ياسي ها هرم لصافيا طابي ولا هلا تقررم لك تحبد الشيشة من قسعة شوف المنكر تعليم تعال البلاد شوف 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 وين هاد الراقب ها شوف شوف وتقدر تروح في كل مكان وتلقى الفساد هل من المعقول ان في هذا الصيف الحارق يحترق الجزائريين ومنهم ليموتوا بالحرائق ومنهم ليتموت حيواناته وأشجاره وتدمر حياته وما عندناش ربعة ولا ستا كناديل يسوى اقل من مئة مليون دولار في حين انك مصارفين اكثر من مليار دولار على الالعاب تعوهران وتصرف ملايين دولارات المماليارة كل عام على جنيرالات الجيش وعلى خردة السلاح